بقى على الوقت اللي احنا عايشينه دلوقتي ما هو التغيير الذي حدث وتقييمك للجهاز الفني من الناحية الفنية المعنوية الإدارية والحالة التي عيشها المدرب والجهاز الفني مع فريقه وطريقة هل اختلفت طريقة الاعداد بقى للمراحل دي كلها ولا لا اكيد في البداية خلينا اتفق ان احنا انا شايف ان الاهلي كان موفق جدا اداركت موفقة جدا في اختيار كولر شخصيته شبه النادي شخصيته هادية راجل زكي ما نخلينا برضو نتفق انه ممكن يكون واحد هادي بس ساكت مش فرقة معاه لا هو زكي وفاهم الامور بطدوري ازاي وشرب جدا طبعا في البداية كان عنده شوية مش اقول اخفاقات لكن كان بيتعرف على فرقة بس التعرف ده جيب سرعة يعني في بدايته تعادل داخلية تعادل اللي مش هعرف ايه مرشته ربعض حاجات مرشته صغيرة مكانش لازمة بس هي كان في الاول هو الراجل ما كانش حاط ايده على كل حاجة الراجل برضو في حاجات ما كانش انا كان وجهة نظر ان هو برضو ما كانش سامع للجهاز قوي كان لسه برضو في الاول كان هو داخل هو بيشوف بيفرب بصمته وهو فرضه وبعد ما فرض بدأ يسمع للجهاز حاسس ان انت بيسمع للجهاز طبعا لان في تركات حصلت في ماتشاط يعني وجود حمدي تالت في قلب الدفاع دي من عند سامي لان هي تعملت قبل كده مع موسيماني وجود التلاتة في نص الملعب برضو ليها جزء برضو من عند سامي تغييرات كده في تركات يا سامي ليه دور فيها لان حصلت قبل كده ممكن يكون الرجل ترج عليها طبعا لان المدير الفن يستمع ما شيب القرار عنده القرار عنده ولكن انا برضو هي في نقطة برضو كابتن انا داخل نادي ايه انا داخل نادي الاهلي ف لادي الاهلي ده اللي موجودين فيه كلهم عندهم ولاق للنادي ما عندوش ولاق شخصي او اللي هو عنده هدف شخصي بيحققه يعني المدرب العام او ايا كان سامي ايا كان ايا كان ايا حد موجود عمره ما هيفكر لنفسه عمره ما هيلعب جيمب اللي هو بتاع أنا عايز أوقع على المدير الفني أو أنا بقى موجود فهو كل حاجة بيطلعها لا خصوصا أنت جاي على نادي ما بجيبش غير أجانب بالضبط بالضبط فهو دي ما ممكن تكون أخذت منه وقت شوية ممكن يكون هو كان حريص شوية ممكن يكون هو الآن شوية وده طبيعي جدا ولكن لما الناس بدأت له ثقة ولما بدأ يسمع أنا شاف الأمور بدأت كويسة جدا الراجل شخصية النادي شخصنا دي جدا في الهدوء طي دارته للمؤتمرات لأن احنا برضو الناس فاكرة أن المدير الفني ده هو في 90 دقيقة لا المدير الفني مش في 90 دقيقة لما تيجي تتكلم على مدرب بيعمل مشكلة في مؤتمر صحفي أو بيعمل مشكلة مع صحفي أو بيعمل مشكلة مع ناقد أو بيعمل مشكلة في تعليقاته دي لازم تعرف أنه هو في جزء من شخصية نادي الأهلي مش موجودة فيه طيب هو يعني شخصية نادي الأهلي ايه شخصتنا ده دي حاجات كتير جوة تسعين ديئة لازم مدرب شاطر مدرب زاكي لان مدرب آري ودارس كويس الجيم برا الجيم لازم تكون محضر لعبتك كويس لان انت لعبتك بتلعب اكتر كم منشات في الدوري زيك زي اندية كبيرة جدا في العالم اللي هما بلعبوا الشامبيونزليج فعندهم كم منشات كتير جدا فلازم تبقى عندك ادارة جيدة للتدريبات واللاستفر اللي حواليك فدي نقطة مهمة جدا فالراجل عملها بشكل كويس جدا من وجهة نظري عمل تنظيم دفاعي محترم جدا لانه هو الاهلي من اكتر الفترات من بعد سانداونز الليلة مختلفة بالزبط هو من بداية ماتش سانداونز هو الراجل بدأ يعمل شكل دفاعي جيد لنادي الاهلي مع انه قدر يوصل للتوليفة كويسة في الشكل الهجومي وقدر يحط الناس اللي قادره تولف على بعض وانه هو فيه بينهم من سجام جواب ملعب فانا شايف انه هو لا مدرب شاطر مدرب متزن خرج من بطولة رح داخل في بطولة تانية بشكل لقالك هرايح الناس فعرف انه هو دلوقتي ما عندهش ضغط ما عندهش مشكلة فهبدأ ادخل نهاردة بيلعب ماتش مع منتخب السويس فرقة في الدرجة التانية بيلعب بها بيلعب بيلعبها فول تيم هو راجل مركز الراجل فاهم وانا شايف انه هو ارى المشاكل اللي فاتت المشاكل ما قابله ايبا استفاد منه هو اراها وسأل وعرف هو فين هو ان الامور اديرت ازاي حتى وهو كمان بيعمل يرد على صحفي هو زاكي في ردوده زاكي في تعامله مع جهازه زاكي في تعامله حتى في ملعب جوا الجيم يعني فيه متشاط كبيرة الاهريكا متأخر فيها هو هادي جدا بيطلع على علاقة الراجل بيشوف الحاجات اللي بحضرها مش صاحب لقطة مش صاحب بعد ما خد البطولة رح عامل اللقطة لا هو متزن فدي دايما انا شايف ان اختيارات النادي للاشخاص اللي موجودين فيه مهم جدا جدا ولازم الجمهور يبقى فهم ده ما بقاش الجمهور منصاق ان انا ده مدرب جامد جدا ازاي يمشي لا او مدرب جامد جدا وقرار صعب جدا ان يبقى عندك مدرب شاطر وانت ما تبقاش متمسك بيه او ان يبقى موجود حتى لو هو كانوا اخدوا القرار انه يمشي حتى لو هو كانوا اخدوا القرار دايما النادي بيبقى متمسك او بيدي المعادلة دي المعادلة دي صعبة جدا فانت مشيت جبت واحد ما كانش احسن حاجة بس جبت بحديه على طول بحتوى اخي قرأ على طول انت تغير جبت واقعية في اتخاذ الخرار واقعية وان هو متصلح مع نفسه انا غلط انا شايف ان ده مش راجل مرحلة غير جيب واحد تاني شايف ان الراجل ده ممكن يعمل تاريخ كبير جدا في النادي وانا شايفه شخصية مناسبة للنادي انه يكمل فترات طويلة شخصية بتاعة الكلمة اللي بتتقال بتاعة مشروع بتاعة مش مشروع انا مش شيع مشروع بس هو لا انا شايفه الجهاز اللي موجود والناس اللي بتقدي بتقدي بشكل كويس جدا